إذن مشاهدين بدايتنا من بدء سريان التعديلات على قانون العقوبات منذ نحو أسبوعين وتسجيل في دوائر النياب العامة لعشر قضايا بلطجة وأتوات في عموم المملكة للأسف يعني كلمة بلطجة ترى جديدة علينا ما كنا نستخدمها يمكن كلمة بلطجة في مصر كانت تتداول أكثر لكن أنه يصير في الأردن قضايا بلطجة وأتوات أتوات يمكن نعرف أنه موجودة لكن من بين تلك القضايا مشاهدين تسبب عدد من الأشخاص من ذوي الإسباقيات الجرمية بوفاة امرأة في إربد قبل تقريبا أسبوعين وتهديد شخص بقتل فتاة وقطع رأسها إذن هددها بقطع رأسها والأردن يسجل عشر قضايا بلطجة وفقا مشاهدين لأحد المواقع المحلية أو لأحد المواقع المحلية فقد باشرت النيابة العامة فور سريان التعديلات الجديدة في قانون العقوبات من 24 الشهر الماضي باتخاذ إجراءات مشددة لملاحقة أعمال البلطجة وفرض الأتوات بأشكالها جميعها وفقا لأحكام المادة 4 على 415 مكررة من قانون العقوبات تصل عقوبة هذه الأعمال الإجرامية للإعدام إذا نتج عنها قطع أو استقصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس يعني قانون العقوبات طويل لكن مشاهدين بيلفتنا أنه في بلطجة وأتوات وتهديد بقطع رأس سيدة وإصابة سيدة توصلها إلى الوفاة رحمه الله فبالتالي الموضوع مش بسيط ومش سهل ففعلا من أمن العقوبة أساء الأدب فبالتالي التعديلات على قانون العقوبات والتشديد بالإضافة لأنه إحنا كمان في عوامل أخرى بتخلي الناس يوصلوا لهذه المرحلة من البلطجة وفرض الأتوات إحنا بحاجة لصراحة منظومة تعديلات مش بس على العقوبات إنما حتى كمان تحسين وضع الناس الاقتصادي والتوعية والتوعية الدينية والتربوية وأنت تضافر كل الجهود من كل المؤسسات باتجاه التقليل أو منع مثل هاي الأمور يعني مشاهدينا بخبر آخر ذوصلها بذات الموضوع لفتني موضوع إنه إربد بصفتها الاستئنافية تستبدل ثلاث سنوات حبس بخدمة مسجد مئة يوم يعني هاي من الأمور هيك الجميلة اللي فعلا إحنا ممكن من خلالها إنه إحنا نقلل من الجرائم ومن البلطجة وإنه نصلح هالناس اللي بتعمل مثل هاي الأعمال من خلال فرض عقوبات من هالنوع أو يعني قرارات من هالنوع حيث قررت محكمة بداية جزاء إربد بصفتها الاستئنافية قبول استئناف أحد الأشخاص المحكوم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وإبداله بأخرى غير سالبة للحرية المحكمة مشاهدينا قررت على المستأنف بالعمل المستأنف بالعمل على خدمة مسجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لمدة مئة يوم غير مدفوعة الأجر على أن يجري تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد عن سنة كما حكمت عليه بالوضع تحت الرقابة الإلكترونية في منطقة لواء الوسطية التابعة لمحافظة إربد لمدة سنة والإفراج عنهم ما لم يكن محكوما أو موقوفا لداع آخر كان المستأنف يحاكم وفق قانون العقوبات بجرمي الاعتداء على قاضي أثناء عمله ومقاومة رجال الأمن يعني مثل هالعقوبة مشاهدينا اللي من خلالها هو بدي يقضي مئة يوم في خدمة مسجد بالتأكيد هو سيسمع الأذان ثلاث مرات وسيسمع الإقامة خمس مرات عفوا وسيسمع الإقامة خمس مرات وبالتالي حيشارك في الصلاة حيختلط بالناس رواد المساجد اللي هم إن شاء الله أنه يعني يكونوا من أحسن الناس وهم النخبة في هاي المجتمعات اللي بيرتادوا المساجد عادة فبالتالي هذا يعني أدعى لأنه ينصلح حاله وأنه إن شاء الله يكون بعد هيك بعيد كل البعد عن ارتكاب أي جرم إذن مشاهدينا المختارة التالية من خلالها بدنا ننتقل بكم في موضوع الحج بين الأمس واليوم حيث من السير على الأقدام وعلى ظهر الجمال إلى عصر التكنولوجيا موسم الحج بين الأمس واليوم طبعا الفيديو مشاهدينا طويل نوعا ما لكن من خلال قراءتنا حنستعرض بعض المشاهد حيث بدأ الحجاج المسلمون من كل حد وصوب في الوفود على مكة والمدينة استعدادا لموسم الحج يتهافت نحو مليوني حاج على المدينتين المقدستين في الإسلام كل عام من أجل أداء الفريضة اللي بتمثل أحد الأركان الخمسة في الإسلام ويتطلع مئات الملايين من المسلمين حول العالم لأداء فريضة الحج على الرغم من ارتفاع تكلفتها تطورت وسائل الحج والبنية التحتية في كل من مدينتين مكة والمدينة وفي محيط الحرمين المكي والمدني بشكل لافت وملحوظ ما سهل على الوافد عملية أداء فريضة تسهيل ترافقة مع رفع التكاليف في الوقت ذاته طبعا مر موسم الحج بالعديد من المحطات الهامة اللي لعبت دور هام في تطور الفريضة منذ عهد الملك فيصل حيث اللقطات اللي اشتهرت للملك فيصل عام 1964 و75 وهو يستقبل كبار الشخصيات المسلمة اللي بيوصلوا لمكة لأداء فريضة الحج وطبعا الملك فيصل كان له فضل كبير في استقرار وتحديث بلاده بما في ذلك تحديث البنية التحتية في مكة والمدينة وإنشاء أول بث تلفزيوني في المملكة طبعا الحروب والاضطرابات أكيد أثرت على مواسم الحج وعلى الحجاج وفرصة وصولهم لمكة فمنذ حرب الخليج عام 1990 اشتكل عديد من الحجاج خاصة العراقيين من صعوبة في أداء مناسك الحج طبعا في أفغانستان أيضا كان يخيب أمل عدد من الحجاج عام 2002 ولحقت بهم أضرار مادية كبيرة بعد دفع كل منهم 1600 دولار تقريبا تكاليف للحج يعني إحنا عم نستعرض محطات الحج خلال سنوات الحروب وغيرها أيضا موسم الكورونا مشاهدين وحوادث أيضا مرت على هذه المناطق حوادث مأساوية تعرض موسم 2015 للحج لمأساة مزدوجة حيث انهارت رافعة ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص ثم التدافع في ميناء أدى لمقتل 2400 حاج الله يسلم الحجاج دائما يا ربي ويعينهم على أداء مناسكهم وعودتهم سالمين أيضا أفسدت جائحة كورونا موسمين كاملين للحج في عام 2021 و2020 أيضا في موسم 2020 حددت السلطات السعودية عدد الحجاج بشكل يعني كبير جدا حيث فقط 10 ألاف شخص اللي أدوا الحج في عام 2020 في العام الماضي سمح لحوالي 60 ألف إنهم يأدوا مناسك الحج شرط طلقيهم طبعا مطعوم المضاد للفيروس وأصبحت الكمامات إضافة حديثة لملابس الإحرام وأعلنت الرياض هذا العام السماح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا إذن الله يتقبل من حجاجنا وإن شاء الله يا رب يكتبها لكل من يعني يريد أن يؤدي الحج أو من عليه الفريضة وكان قادرا حالة الظروف دونه ودون الوصول أو تحديد الأعداد لكل بلد إن شاء الله إنه كل راغب في الحج وكل من عليه الفريضة أن يؤديها في الأعوام القادمة إذن مشاهدين بدنا نروح لخبر صحي وأفضل وقت للتخلص من الوزن الزائد ومن الكرش بشكل خاص بالرياضة للنساء والرجال ما هي أفضل أوقات ممارسة الرياضة عموما شو الاختلافات بين الرجال والنساء وما الوقت الذي يعطي أفضل نتيجة لممارسة التمرين بغرض التخلص من الكرش إذن توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن التمرين الصباحي يقلل من دهون البطن اللي إحنا بنسميها الكرش وضغط الدم لدى النساء بينما عملت التمرين المسائية على زيادة الأداء العضلي لدى النساء وخفض ضغط الدم لدى الرجال إذن الدراسة بتحكي أن النساء بيحرقوا المزيد من دهون الجسم أثناء ممارسة الرياضة في الصباح بينما يحدث ذلك عند الرجال بشكل أفضل في فترة المساء أجرت دراسة باحثونا بقيادة الدكتور بول أرسيرو أستاذ الصحة والعلوم الفيسيولوجية البشرية ونشرت في مجلة أمريكية الدراسة تبعت الأشخاص ذوي الوزن الصحي لكن الباحثين يقولون أن نتائج يمكن أن تنطبق أيضا على الأشخاص الذين يعانوا من زيادة الوزن والسمنة إذن أفضل وقت لممارسة الرياضة بالنسبة للنساء صباحا وبالنسبة للرجال في وقت المساء أسباب الاختلافات أنه فيه اختلافات في الهرمونات فيه اختلاف في الساعة البيولوجية ودورات النوم والاستيقاظ بين النساء والرجال طبيعة جسم الرجل والمرأة مع ذلك ليس من الواضح بالضبط سبب اختلاف استجابات الرجال والنساء لتوقيت التمرين والبحثين بيحكوا أنه هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة المزيد إذن يعني سبحان الله على فكرة على الغالب عنا أنه السيدات بيروحوا على الجيم صباحا لأنه بيكونوا يعني فترة الصباح الأولاد في المدارس الأزواج في أعمالهم للستات اللي ما بيشتغلوا أو ربات البيوت فبالتالي من المعروف أنهم بمارسوا الرياضة صباحا والرجال لما بيرجعوا من الشغل وبياكلوا وبيرتاحوا بيطلعوا المساء على الجيم فهالدراسة عم بتعزز هذا الاشي بأنه بتحكي أنه أفضل لعب الرياضة صباحا للسيدات ومساءا للرجال وهذا الاشي أكيد حيسعدوا فيه مين الأصحاب النواد الرياضية أو الجماعت لأنه هم هيك عادة بيخصصوا أوقات صباحية للنساء والمسائية للرجال ست خطوات كمان مشاهدينا إضافة لموضوع الرياضة ست خطوات عملية لللياقة البدنية بدون تمرينات للناس اللي صعب عليها تروح على النواد الرياضية أو صعب عليها أنها يعني تتحرك بصورة كبيرة لتلعب رياضة في مجموعة نصائح بيعطونا إياها للناس اللي ممكن أنها تمارس بعض الحركات بدون ما تروح على الجيم عند الحديث عن اللياقة البدنية والتمتع بصحة جيدة قد يتبادر لذهننا أن ممارسة الرياضة هي الوسيلة الأساسية والوحيدة لتحقيقها الأهداف لكن ما قد لا أو ما قد لا نعرفه أنه هناك طرق متعددة يمكننا من خلالها التخلص من السعرات الحرارية السريعة نستعرضها لأنه يبدو أنه إحنا ضاقة بنا الوقت التمارين مش كل شيء ممكن بيحكي للخبر أنه اختيار الطريقة الأصعب للوصول لوجهتنا إذا كان فيه مصعد ودرج نروح على الدرج نطلع لأنه هذا بيحرق سعرات إذا كان المكان اللي بنشتغل فيه المصف فيه بعيد شوي نصف بعيد ونمشي لمكان عملنا وهذا الحكي بيساعدنا أنه نحرق سعرات حرارية أكتر اختيار سلة التسوق عوضا عن العربة بدل ما نمشي العربة لا نمسك سلة التسوق للناس اللي ممكن أنه بيساعدها ما عندها أمراض في الرقبة ديسك إلى آخره لأنه هذا بيساعد على حرق سعرات حرارية أكتر تعديل وضعية الجلوس وعدم تجاوز المدة المخصصة للجلوس أكتر من نصف ساعة ممنوع نقعد لازم نتحرك كل نصف ساعة نشد حالنا وإحنا قاعدين يعني نرفع أكتافنا نشد جسمنا هذا بيساعد على حرق سعرات حرارية أيضا ترطيب الجسم وشرب المياه كمان بيساعد على الحرق وتناول نظام غذائي متوازن الراحة والنوم الجيد يعني أنا عم بقرأ فقط عنوين ما أقرأ تفاصيل واللي بحب يرجع للخبر بالتفصيل هو موجود على الجزيرة نتلا يعرف أكتر حول كيف ممكن أنه نخفض أو نحرق سعرات حرارية وننزل من وزننا حتى لو ما كنا نروح على جيم أو ما عندنا وقت لممارسة الرياضة طيب مشاهدينا خبر حول المدارس الخاصة الأردنية اللي بتدفع أجور أقل مما تتضمنه العقود حيث رغم توقيع المعلمات في القطاع الخاص على عقود عمل تضمن الحد الأدنى للأجور إلا أنه العديد من أصحاب المدارس الخاصة بيدفعوا أجور أقل مما هو منصوص عليه في العقد رصدت وكالة الأنباء بيترا تجاوزات بعقود العمل تحدث أو تحدث عفوا ببعض المدارس الخاصة اللي بتقول بإنهاء عمل المعلمات بعد انتهاء العام الدراسي لتجنب دفع رواتبهم خلال العطلة الصيفية إلى جانب تأخير صرف الرواتب خلال العام الدراسي فضلا عن قصور الجهود التفتشية من قبل الجهات المعنية معلمة فيزياء في إحدى المدارس بتحكي ما ذكرت اسمها بتحكي أنها بتتقاضى راتب شهري قدره 350 دينار وأنه تسجيلها بالضمان الاجتماعي كان على راتب 300 فقط إدارة المدرسة بتقوم بتسليم الرواتب لهم في منتصف الشهر وطبعا راتب الشهر يعني بيجي بوسط الشهر واللي بيروح على الضمان من الراتب بيكون مش نسبة للراتب الحقيقي كثيرة من التجاوزات بتذكرها هالمعلمة وأنه رواتب أضافت أنه إدارة المدرسة اللي بتعمل لديها أبلغتها أنه رواتب العام المقبل ستكون ضمن الحد الأدنى للأجور يعني 260 دينار فقط بحجة انتهاء برنامج استدامة التابع للضمان الاجتماعي أيضا أكدت إحدى المعلمات إنها أجبرت على ترك العمل في المدرسة اللي بتعمل فيها بعد أن رفضت إدارتها الاتفاق أو نقضت إدارتها الاتفاق معها وقامت بتخفيض راتبها لتستلم نهاية الشهر 200 دينار يعني هذا مشاهدين عدد من التجاوزات اللي بتتم في المدارس الخاصة والظلم اللي بيقع على معلمات المدارس الخاصة كثيرة هي القصص وإحنا من حوالينا بنشوفه بنسمعه بنتابع فبنتمنى أنه فعلا نزيد التفتيش عن المدارس الخاصة وأنه أصحاب المدارس فعلا يتقوا الله في معلميهم وموظفيهم لأنه أنتوا شايفين الأوضاع كيف طبعا إحنا كمان دائما بنقول أنه إحنا ما بنعمم كثير من المدارس الخاصة اللي يعني تراعي معلميها وتعطيهم ما يستحقون ولا تنقص من أجورهم ويعني بتتقي رب العالمين فيهم بدنا ومشاهدين نختم فقرتنا من المختارات لليوم بهالفيديو الجميل حول شباب يشكلون مظلة لأمهم من شمس الحج طبعا هذا كان الحكي بالأمس يوم أمس وكان متداول كتير على مواقع التواصل ويعني عنوانوا هالمشاهد وخفض لهم جناح الذل من الرحمة إذا الفيديو جاهز فيديو الشباب اللي بظلوا أمهم شوفوا كيف مشاهدينا شوفوا كيف مشاهدينا ما شاء الله يعني مشاهدينا ما شاء الله الله يرضى عنهم ويجعلهم قرة عين لها ولوالدهم إذا كان موجود وإذا كان ميت الله يرحمه وإن شاء الله دعائهم الصالح وعملهم الصالح يصل له يعني ما شاء الله مشهد جميل جدا شوفوا قدي حريصين إنهم يحجبوا الشمس عن الأم وهي بتصلي هاي الأم اللي بالتأكيد كانت حريصة وهي تحملهم صغار على أن تحجب الشمس عنهم وأن تحجب البرد عنهم وإنها ترعاهم يعني تحاول إنها دائما تبعدهم عن كل ما يضرهم فتحية للأمهات والله يتقبل منها ويتقبل من أبنائها وتحية للأبناء البارين الصالحين يعني حبينا مشاهدينا بهالفقرة نختم المختارات لليوم وحنكون الآن مع الأستاذة سنة السالم ولا تجعل بائع الفجل يحدد قيمتك متابعة طيبة متابعة طيبة